السيد يوسف بوزيديم أحبابك في شلف كيف كانت تلقي التسالات قبل المنطقة الجميلة؟ التسالات كانت يعني نشوف بلي رايس هذا عندي معرفة قديمة أنا ويا بعدما سمع بلي حكمت القرار باش ما نمضيش يعني مازال ما نمضيش في بولوديت بجاية كان نكلم لي وطرح علي باش نكون على الحارة الفينية حدولي لا أنا قد تعطيني ايامات حتى ما هضرب عمولوديت المسؤولين عمولوديت بجاية وهذا على الأقل إنسان يحطار من الناس كنت كلمت مع الول ما كانت حاجة سهلة باش تقبلوه ولكن بعدما يعاوت اتكلمت مع المسؤول الأولي يعطيه الصح على كل حال أفهم الوضعيات وأنا كنت فهمتوا ولي أنا الوضعية راح شوية كاريتية اللي مش هو ديرها ومش المسؤولي لديرها بلا كتجاو القاوة هاد وما راي نشوف بلي راي الميش تتحسن كي ما حبيت أنا ممكن بعد الأسبوع أو أسبوعين راح تتحسن ولكن مهم بلي ولي درك عاود اتكلمت مع البارح واليوم نهائيا كنت قلت له بلي مش ممكن لكون والحمد لله هاد هاد الصبحة عاود اتكلمني رئيس مدور جيت تفهمنا على الكبيرة والصغيرة وقلنا أمور المقابلات رحو نمضي وفهمنا على الفاريخ فعنا على اللاعبين يجب أن يدعم الفاريخ اللاعبين طاربوس يكون في المستوى وإن شاء الله هنكونوا في المستوى إن شاء الله فاريخ جمعية جلة فريحة المرتكس الخامس شفناك لاحظت الشرط المباراة من الأربعاء في رأيك وشي النقائص من فاريخ واسكو قادم مدر بوزيدي أنه يحسن والله ما نجمش أنا في خمسة واربعين دقيقة كنت شفتهم في مقابلات شفتهم مدودية كل مقابلة ما تشبه لاختها المقابل لك كانت إيرادة قوية وأنا نظل هذه الإيرادة لو كانت تكون في البودولة مش ممكن الفاريخ هذي يزيد الضيار أكثر من عشر مقاب دخل ضيار ودخل ضيار ودخل ضيار هما اللي خلاوا يعني الفاريخ يحتل المرتبة الخامسة لو كانوا يعني كانوا ضيعوا غير نص خمسة مش عشرة ومكرم في البودول ومكرم في المرتبة يعني أحسن مرتبة ثانية وثالثة ولكن هذا أنا نظم لمقابلات هاته وهذا سيدي باسي اليوم إن شاء الله راح نتكلموا مع الموسيليين واللعابين الخاصة ونطلب إن شاء الله بلا جمهور الشلف هذي ما تنجمل بحكة نتيجة الله يوقفوا معنا وش تقول الجمهور اللي شف اسمع الخبر يتحقق بالعرض وكني جمعية تشلف وتقبلوه بصدر راحب المدرب هذي يخدم فتيران يخدم ملاح وش تقول هذا الجمهور أنا كنت قلت الزومة التعكم وقبيلة الجمهور هذي يا كل كل طنوبيل يلزم بلا ليسانس طنوبيل ما تمشيش وشلف هذي بلا جمهور ولا ما تمشي وإحنا إن شاء الله هم يديرون بلا المدرجات وإحنا إن شاء الله نلحقوهم من مضرب إيران متفاهمين عليهم اللي هو صور شكرا